أهلا بكم السماح لمتعددية الزوجات بالتنقل أثناء حضر التجول في الكويت تفاصيل هذا الخبر الذي قرأتم عنوانه تجدونه بعد الجنجل لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا لنستمر أكثر دعمكم بالضغط على الزر والاشتراك وتفعيل الاشتراك دائما شكرا السلامتكم أقعد في ديوركم أقرت دولة الكويت بالسماح لمتعددية الزوجات بالتنقل أثناء حضر التجول الشامل في البلاد بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا وخصصت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أمس الأحد رابطاً إلكترونياً لاستخراج تصاريح التنقل لمثل هؤلاء الرجال ونسائهم وأشارت الهيئة إلى ضرورة إدخال البيانات الصحيحة للرقم المدني للزوجة وعنوانها على أن يتم تثبيت عنوان الزوجة فور تسجيله في الحقل المخصص له وقالت إن التصريح سار لمدة ساعة واحدة فقط من وقت استخراجه وذكرت مصادر أن الرابط الإلكتروني متصل بقاعدة البيانات العامة للسكان ويمكن من خلاله الكشف في حالة كان مقدم الطلب غير متزوج أصلاً أو لديه عدة زوجات وأوضحت أن استخراج تصاريح رعاية الأسرة مفتوح طوال الأسبوع لمدة يومين فقط في الأسبوع أثناء الحجر الشامل بواقع تصريح للذهاب للزوجة وتصريح آخر للعودة من عندها وفي وقت سابق من أمس الأحد أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 14850 ألف حالة فيما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 112 حالة ومعروف أن دولة الكويت تسجل أعلى معدلات تعدد الزوجات بين دول الخليج ليبقى مثل هذا الإجراء ضرورة ملحة لرعاية الزوجات بالنظر إلى أن هناك من الزوجات من لن تستطعن الخروج أو الحصول على الرعاية إلا بحضور الزوج وهو ما جعل الحكومة الكويتية تقر مثل هذه الإجراءات التي استحسنها متعدد والزوجات لتمكينهم من الخروج أثناء حضر التجوال لرعاية الأسرة ورعاية الزوجة ولو كان ذلك لمدة ساعة واحدة في اليوم ترجمة نانسي قنقر